هنا أحبائي لا يسعني إلا أن أتحدث عن يوسف يوسف النجار كان شخص بيشتغل بأيدي يعمل بيدي وكان فعلا نشيط وكان بيجهز خلال هاي السنة خلال فترة الخطوبة عم بيجهز البيت وبحضر حتى يضم مريم المخطوبة إله كزوجة ولكن يا للمفاجأة الكبرى هون عم بيشوف مريم بطنها الظاهر في دلالات أنه كانت حامل فإذن هذا الشيء أحبائي ترك صراع وأثر كبير في زهن يوسف النجار طبعا كان صراع بين قلبه وبين عقله قلبه بحب مريم حبها محبة عظيمة وعقله كان يدرك في عقله أنه هذا الإنساني مستحيل ترتكب زنا فمش قادر يدرك مش قادر يحوّق مش فاهم الموضوع وهذا الصراع أحبائي بين العقل وبين القلب بين الغضب وبين الحب يعني في صراع مستمر وبنفس الوقت بحب مريم وعاوز يحافظ على شرف مريم فطبعا يقول الكتاب المقدس أراد تخليتها سرا يعني عاوز يفصل الخطوبة والفصل هون كأنه طلاق بس بنفس الوقت بحب مريم وعاوز يحافظ على مريم ويحب مريم مكتوب لأنه كان بار لم يشأن يشهرها علنا ففي موضوع من اتنين طبعا إذا تعرضت مريم أنه تركها فطبعا ممكن يكون العيلة تأخذ بالثقر أو القتل بالشرف مع أنه في تلك الحقبة الترخية كان ممنوع القتل لكن العهد القديم إذا كان عذراء مخطوب وزنت ترجم هذا بحسب شريعة موسى لكن أحبائي يوسف كان بار وكان بيعرف في الشريعة وكان حكيم في نفس الوقت وكان بحب مريم فإذا عنده حل من اتنين ممكن يروح يقول للناس أنا فصلت الخطوبة هذا مش مني فبعرض مريم للخطر هو مش عاوز يعرضها للخطر وأنه أراد تخليتها سرا بيأخذ شهود اتنين معاه إلى الرباي وبيقول من خلال الشهود أنه أنا بدي أفصل الخطوبة وخلاص يعني بدون ما يتم أي شيء وفعلا هو بهذه حالة التفكير وفي هذا الصراع ظهر له ملاك الرب وقال له لا تخف يا يوسف لا تخف أن تأخذ امرأتك لأن الذي حبل فيها هو من الروح القدس وهذا أحبائي كان دليل كافي ليوسف النجار أنه فعلا مريم كانت طاهرة كانت نقية وأنه ما غلطش بتفكيره عن مريم لكن حبائك لازم يتزوج لازم يضم مريم حتى يحافظ على شرف العذراء لأنه مكتوب ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر لألا تتعرض مريم للمثالب والمطاعن في تلك المنطقة ويضمها إليه كامرأته بيحميها يعني شرعا من ناحية شرعية بيحميها ومش بس لأنه كانت صغيرة بالعمر 14 سنة فكان يعتبر المرشد والحامي والرفيق والمربي طبعا لمريم والطفل يسوع المسيح ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هالعذراء تحبل وتلد ابن وتدع اسمه عمان إيل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة